دي طيب الحاجة التانية قيمة الستة وعشرين لاعب فيها تلات حراس مرمى القيمة فيها تلات حراس مرمى طبعا في صعوبة في امكانية لحاق مصطفى شبير في صعوبة في امكانية لحاق مصطفى شبير بطولة كاس انتر كونتينيلتل فلذلك استقرق جهاز الفني على قيد محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف اذا قيمة الستة وعشرين لاعب تم ارسالها وتسجيلها وتحديد الثلاث حراس المرمى ويمكن حسب معلوماتنا كمان ان الجهاز الفني هيصطحب معاه مصطفى شبير للتواجد مع الفريق في هذه البطولة واستكمال برنامجه التأهيلي علي معلول محمد هاني كريم فؤاد فرصة وانت متواجد في قطر التدريبات التواجد القرب من سبيتار انت محتاج تعمل فحوصات وتدريبات تأهيلية لعهاني لعلي معلول يعني اكيد فرصة جيدة جدا وانت في قطر والفترة ممكن تزيد اكتر من حوالي اسبوع عشر ايام لو في ضلق موجود لغاية المباراة النهائية ففرصة كويسة جدا ان كل المجموعة دي تكون موجودة معاك بالاضافة لكده انت سجلت قائمة ستة وعشر خلاص هل معنى كده لدي قائمة نهائية لا اي اصابة لقدر الله قبل انطلاق المباراة الاولى باربعة وعشرين ساعة لك الحقيقة انك تعدل وتضيف لاعب مكان لاعب بس بشرط يكون فيه تقرير طبي يبقى بالتالي ده الشغل اللي بيتم في الفترة الحالية بشأن تحضير قائمة الفريق تسجيل ستة وعشر لاعب الجياز الفني قرر خلاص ان يكون معاك محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومصطفى شبير موجودين مع الفريق في الرحلة اللي عاد سافر قطر عشان فرصة الفريق هناك بيتمرن محتاج تبص على حد في ناحية تأهلية او تدريبية بشكل معين اكيد متواجد في الضوحة بالقرب من اسبيتار الاكاديمية يكيد هناك والتأهيل والعلاج الطبيعي الحاجات تبقى كويسة جدا وبتساعد بنسبة كبيرة في اتمام الشفاء وانك تكسب وقت مهم جدا فده هيكون موجود في الفترة اللي جاية قيمة اللعيبة عادة الفريق اللي هيسافر اللعيبة اللي هيكون موجودة مع الجهاز الفني في خلال هذه البطولة بالمناسبة كمان البعض يقولي طب هو خلاص استقرع الستة وعشرين وياخد لعيبة ممكن مش هتشارك في البطولة نازجة الاصابة طب لو في حد لقدر الله اصيب من الستة وعشرين مين ممكن يعوض من الستة وعشرين حسب معلوماتي ان في لعيبة برضه هيتم ضمها من قطاع الناشئين على القال من اتنين الى تلك لعيبة زيادة عشان تكون موجودة مع الفريق في حل لقدر الله في اي اصابة يكون فيه لعيبة دي الجاهز للاستقرار على ضمه في القيمة اللي ان شاء الله بإذن الله هتكون مع النادي الاهلي في بطولة فيفا انتر كونتينيلتل وبالتالي دي ابرز الاخبار المتعلقة بمشاركة الاهلي في بطولة كأس انتر كونتينيلتل وتحديدا بطولة كأس التحدي اللي هتتلاقي بيوم 14 ديسمبر على ملعب 9-7-4 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القهر النهاردة الفريق اجازة بكرة في تدريب بعد تدريب وصفر الى قطر ومن يوم الثلاث بقى لا حديث يعلو الا على مباراة كأس التحدي والتاريخ اللي بيسعى الاهلي الى كتابته من جديد والمشاركة والتأهل الى نهائي تاريخ يا رب بإذن الله لما لا مواجهة ريال مدريد على استاد لوسيل لان الاهلي في الفترة الحالية بيكتب التاريخ ودخل التاريخ من اوسع ابوابه بطولة كأس انتر كونتينيلتل عادة البطولات القرية مشاركة تاريخية في افتاح كأس العالم النادي الآلي في المرحلة القادمة